السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه نبتدي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة المباركة بما بدأه الله عز وجل في كتابه وهو صورة الفاتحة صورة الفاتحة كلنا نقرأها كل يوم في صلاة الفريضة فقط 17 مرة ولو صلينا صلاة السنة 12 ركع ليسونا المؤكدة يعني في اليوم الواحد نقرأ صورة الفاتحة ما يقارب من 29 مرة نحتاج أن نفهم صورة الفاتحة لكي نتدبر معانيها جيدا ونقرأها بإخلاص وتدبر وواعي وفهم كما أراد الله سبحانه وتعالى عن أي شيء تكلمت صورة الفاتحة وإيه أشهر أسماء صورة الفاتحة وهل هي صورة مكية أم صورة مدنية وما هي الصور التي بدأت بالحمد لله سبحانه وتعالى ويطرأ إيه أشهر الأحكام الفقهية التي نستفدها من صورة الفاتحة وما علاقة أول الصورة بآخر الصورة وما علاقة صورة الفاتحة بصورة البقرة كل هذه الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في هذا الفيديو أتمنى من حضرتك إنك تصبر وتسمع للنهاية حتى تفهم صورة الفاتحة وأعيدك بإذن الله سبحانه وتعالى إن فهمك لصورة الفاتحة قبل الفيديو سيختلف عن فهمك لصورة الفاتحة بعد سماع الفيديو كاملا لكي يحصل التدبر الكامل الذي أراده الله جل وعلا صورة الفاتحة هي سبع آيات باتفاق العلماء جميعا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بقوله ولا الضالين صورة الفاتحة كما قال العلماء هي صورة مكية على الراجح ومعنى كلمة مكية أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة معنى ذلك إن صورة الفاتحة كانت تقرأ بين كفار قريش وكان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها للجميع لمن أسلم ولمن لم يسلم وقال بعض العلماء أنها صورة مدنية أي نزلت في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقال بعض العلماء أيضا للأمانة أنها نزلت مرتين المرة الأولى في مكة والمرة الثانية في المدينة لكن على الصحيح أنها نزلت مرة واحدة في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة الفاتحة التي هي أول صورة كتبت في المصاحف لها أسماء كثيرة غير اسم الفاتحة فسميت الفاتحة مثلا لافتتاح المصاحف بها كتابة وخطة وليس نزولا لأنها ليست أول صورة نزلت في القرآن الكريم وأيضا لافتتاح القراءة بها في الصلاة فكل صلاة لابد أن تقرأ في أولها بصورة الفاتحة تسمى أيضا بأم الكتاب لأنها جمعت كل مقاصد القرآن وكل مقاصد الدين في هذه الصورة فتكلمت عن الإيمان بالغيب وتكلمت عن العبادات وتكلمت عن أصناف الناس كل هذه الأمور وغيرها وجدت في صورة الفاتحة وأيضا تسمى بأم الكتاب لأن كل المصاحف تكتب في أولها صورة الفاتحة وتسمى أيضا بصورة الحمد لأنها بدأت بقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين كما تسمى بالسبع المثاني التي ذكرها الله عز وجل في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال العلماء السبع المثاني هي صورة الفاتحة كما تسمى صورة الفاتحة بالكافية لأنه يكتفى بها في الصلاة ولا يكتفى بغيرها عنها يعني ممكن لو قرأت صورة الفاتحة فقط في الصلاة صحت صلاتك وتكفي لكن لو قرأت غيرها ولم تقرأ الفاتحة على الراجح لا تكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وتسمى أيضا بصورة الرقية أو الشافية لأن صحابيا رقى رجلا مصابا بمرض فشفي بإذن الله وكان قد رقاه بصورة الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية كما تسمى أيضا بأم القرآن وهذا مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وتسمى أيضا صورة الفاتحة بالصلاة لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ومعنى كلمة الصلاة هنا أي الفاتحة إذ أن الله سبحانه وتعالى قسم الفاتحة نصفين قسم لتعظيم الله جل وعلا وقسم آخر لسؤال العبد كما تسمى أيضا بأساس القرآن والواقية والكنز إلى غير ذلك من الأسماء تخيالوا عندما تعرف أن كل هذه الأسماء تصلح لصورة الفاتحة وكل اسم له مدلول ومعنى ساعتها تتأكد من قيمة صورة الفاتحة وأهمية صورة الفاتحة لذلك تجد لصورة الفاتحة فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى يكفي أنها مقسومة بين العبد وبين رب العباد جل وعلا يكفي أنه لا تصح صلاة على الراجح إلا بها يكفي أنه لم تنزل صورة لا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن أفضل منها بل هي أعظم صورة في القرآن الكريم كما جاء في الحديث أن أبا سعيد بن المعلى كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أي نادى عليه وهو في صلاته فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في الصلاة فلما انتهى ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه النبي في ذلك الشاهد أن النبي قال له لأعلمنك أعظم صورة في القرآن الكريم ثم علمه الفاتحة وقال له هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته يبأ أفضل صورة حضرتك بتقرأها كل يوم في صلاتك على الأقل سبعة عشر مرة أو تصل لتسعة وعشرين مرة وربما أكثر لو قمت الليل وصليت الضحى وغير ذلك هي أفضل صورة في القرآن الكريم وبدأت صورة الفاتحة بالحمد لله والصور التي بدأت بالحمد لله في القرآن الكريم كله خمس صور في القرآن الكريم صورة الفاتحة بدأت بالحمد لله رب العالمين وصورة الأنعام بدأت بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وصورة الكهف التي بدأت بقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وصورة سبأ التي بدأت بقوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وآخيرا صورة فاطر التي بدأت بقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض وأما جملة الحمد لله رب العالمين كاملة هكذا وردت في القرآن الكريم ست مرات فقط أولها صورة الفاتحة وصورة الأنعام وصورة يونس وصورة الصافات وصورة الزمر وصورة غافر عندما تقرأ صورة الفاتحة بتماع وتركيز تجدها تركز على ثلاثة أمور لو صلحت هذه الثلاثة في حياة كل إنسان منها صلح الدنيا وأخراه أما الأمر الأول فتركز صورة الفاتحة على العقيدة العقيدة التي لا يصلح إيمان الشخص إلا بها فتركز على توحيد الألوهية وأنه لا يستحق الحمد والتمجيد والثناء والتعظيم إلا الله فتقول الحمد لله وتركز على أن طلب الرزق والمعونة لا يكون إلا من الله وهو رب العالمين وتركز على الإيمان بالغيبيات والتي منها الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة مالك يوم الدين أما الأمر الثاني فتركز على العبادة وأنها لا تكون إلا لله جل وعلا ويجب على المسلم أن يطلب المعونة من الله على هذه العبادة إياك نعبد وإياك نستعين أما الأمر الثالث فتركز على المنهج الطريق الذي يجب أن يسلكه الإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى ليكون من الذين أنعم الله عليهم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبينت أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن الطريق الذي يبعده عن الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لذلك تجد ارتباط شديد بين صورة الفاتحة وصورة البقرة ففي صورة الفاتحة قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كيف أصل للصراط المستقيم؟ لا بد من الاعتماد على المنهج الذي أنزله الله وهو القرآن الكريم الذي قال الله عنه في أول البقرة هدى للمتقين واختتمت صورة الفاتحة بالكلام عن غير المغضوب عليهم وهم اليهود أما في صورة البقرة فذكرت صفاتهم تفصيلا حتى لا تكون منهم كما تشعر أيها القارئ لصورة الفاتحة أن هناك ارتباط بين أول صورة الفاتحة وأوسطها وآخرها ففي أولها بدأ الله عز وجل بقوله الحمد لله رب العالمين والحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الدعاء أفضل دعاء تثني به على الله جل وعلا هو الحمد لله أما في آخر صورة الفاتحة فاختتمت بالدعاء أيضا اهدنا الصراط المستقيم وفي الوسط قال أعبد الله الذي تدعوه لأن الدعاء جزء من العبادة فقال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا الترابط مقصود لأن الدعاء عبادة والدعاء نوعان دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي أفضل الدعاء الحمد لله ودعاء طلب وسؤال من الله جل وعلا وهذا المذكور في الختام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تتعلم أيها القارئ من صورة الفاتحة مجموعة من الرسائل والأمور المهمة أولها أن تبدأ كل شيء في حياتك من أكل وشرب وطعام ولبس وخروج ودخول حتى علاقتك الزوجية حتى تعاملك مع الناس ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تفتتح بها كل شيء في حياتك فالباء باء الابتداء فتقرأ أولا بسم الله وتبدأ الكلام أولا ببسم الله وتجعل كل شيء في حياتك يبدأ أولا ببسم الله أما الأمر الثاني اجعل الحمد شعارا لك فالله سبحانه وتعالى يحب المحامد ويرضى عن الحامدين فالحمد لله أفضل الدعاء وأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده نتعلم من صورة الفاتحة أيضا الإخلاص لله جل وعلا في كل أحوالك وفي كل أمورك فتعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له وتخلص لله جل وعلا في نيتك وكل أعمالك وأقوالك وسكناتك وحركاتك إياك نعبد وإياك نستعين فلا نطلب العون إلا من الله ولا نعبد إلا الله تتعلم أيضا من صورة الفاتحة إذا أردت الوصول إلى الله فلابد من الصحبة والصحبة نوعان إما صحبة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك لتصل إلى جنة الله في الآخرة صراط الذين أنعمت عليهم وإما صحبة طالحة مضيعة وتضيعك في الدنيا والآخرة وهم المغضوب عليهم والضالين تتعلم أيها القارئ من صورة الفاتحة أن الأمة كلها شخص واحد وكل شخص في الأمة يمثل هذه الأمة لذلك جاءت الألفاظ في صورة الفاتحة بصيغة الجمع مع أن القارئ واحد والداعي واحد فتقول إياك نعبد أي نعبدك جميعا وإياك نستعين أي نستعين بك جميعا اهدنا بصيغة الجمع مع أن القارئ والداعي واحد فأنت أيها المستمع تمثل هذه الأمة والأمة كلها في داخلك أنت نتعلم من صورة الفاتحة دوام رفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء واللجوء إليه اهدنا الصراط المستقيم في كل وقت وفي كل حين تلتزم الدعاء إلى رب العالمين وتطلب من الله الهداية بأن يوفقك إلى الخير ويرشدك إليه ويثبتك على العمل به وأنت تقرأ صورة الفاتحة تجد بعض الألفاظ والكلمات لابد أن تبحث وتفهم معناها جيدا ليحصل التدبر من هذه الكلمات الغريبة مثلا مالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب أي يوم القيامة أيضا كلمة اهدنا والهداية في القرآن الكريم لها ثلاثة معاني ركز عليها جيدا فقد تكون الهداية هداية إرشاد أن ترشد الشخص إلى الطريق فقط كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد الناس إلى الصراط المستقيم أما الهداية الثانية هي هداية توفيق بأن يوفق الشخص للوصول إلى الحق كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق من أردت إلى الإسلام وإنما هذه بيد الله سبحانه وتعالى والثالثة هداية تثبيت على الحق كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى أي ثبتهم على الهداية ومن هذه الكلمات كلمة الصراط والصراط معناه الطريق والصراط المستقيم هو طريق الإسلام ومن هذه الكلمات أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم أجاب الله في صورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسأل الله أن نكون منهم المنعم عليهم هم المؤمنون والمسلمون المنعم عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى قيام الساعة ومن هذه الكلمات المغضوب عليهم يا ترى من هم قالوا اليهود وقال آخرون المشركون لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به فعلموا الحق وفسدت إرادتهم فتركوا العمل فسموا غير المغضوب عليهم أما الضالين فهم النصارى وقال الضع هم المنافقون لأنهم ضلوا الطريق الذي صاروا فيه بلا علم ففقدوا العلم فتاهوا في الطريق وضلوا عنها تخيل نفسك عندما تقرأ الفاتحة بعد هذه المعاني وبعد هذه الأسرار بالله عليك ينشرح صدرك أكثر أم ستقف كما أنت نختم ببعض الأحكام الفقهية التي تعني كل مسلم في صورة الفاتحة أما الحكم الأول فهو حكم قراءة صورة الفاتحة في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا جهرا أو سرا ذهب جمهور العلماء إلى فرضية وركنية قراءة الفاتحة في كل صلاة وأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة باطلة لا يعتد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وخالف الجمهور مذهب السادة الحنفية فقالوا أن قراءة الفاتحة ليست ركن ولا فرض في الصلاة وإنما هي واجبة فمن تركها لم تطل صلاة وإنما يجب عليه قراءة أي شيء من القرآن الكريم لقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى خطأ فأساء في صلاته قال له النبي ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن والأولى والأفضل والأحوط أن نأخذ بقول الجمهور أما الحكم الثاني الذي يعنيك أيها المستمع هو حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام الإمام سيقرأ الفاتحة بلا شك سواء كان في الجهر أو في السر أما المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أم لا ثلاثة آراء للعلماء الأول ذهب أصحاب إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مثل الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيشمل الإمام ويشمل المأموم أما الرأي الثاني قال لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية ويكفي قراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام للمأموم قراءة أما القول الثالث وهو الرأي الوسط بين هذين القولين أنه تجب على المأموم قراءة صورة الفاتحة في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر وآخر ركعتين من صلاة العشاء وآخر ركعة من صلاة المغرب ولا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصطوا أما الحكم الثالث الواجب على حضر ذلك أنك تتعلم هل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة وهل هي آية من باقي صور القرآن أم ليست آية هنا بقى أواف معي وقفة صغننة أد كده أما الوقفة الأولى هي أن العلماء جميعا اتفقوا على أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في صورة النمل قال الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وليست آية من أول صورة براءة وهي صورة التوبة أما ما عدا ذلك فقد اختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة ومن سائر صور القرآن أم ليست آية اختلفوا على آراء كثيرة جدا نخلص منها إلى أنها آية من صورة الفاتحة وليست آية من باقي صور القرآن وإنما جاءت لافتتاح الصور بها وللفصل بين الصور لمعرفة نهاية كل صورة وبداية كل صورة فلما تسمع بسم الله الرحمن الرحيم في أول البقرة تعرف أن الفاتحة انتهت وبدأت صورة البقرة وإذا سمعت بسم الله الرحمن الرحيم في أول صورة آل عمران تعرف أن صورة البقرة انتهت وبدأت صورة آل عمران لكنها ليست آية لا من صورة آل عمران ولا من البقرة ولا من النساء ولا من المائدة ولا من غير ذلك أما الفاتحة فهي آية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة أحيانا في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وهنا يترتب على ذلك أمر هل يجهر بقراءة البسملة في الصلاة أم يسر بها يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا أم نقولها سرا بسبب الاختلاف السابق اختلف العلماء فمنهم من قال يجهر بها ومنهم من قال يسر بها والراجح أن من جهر بها فهو حسن ومن أسر بها فهو حسن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحيانا ويسر بها أحيانا أخرى فلا داعي للخلاف ولا المشاكل التي تحدث في مساجدنا بسبب هذا الأمر وأما الحكم الأخير الذي نتعلمه من صورة الفاتحة هو قول آمين وكلمة آمين معناها اللهم استجب اللهم تقبل وكلمة آمين ليست من صورة الفاتحة وإنما يستحب قولها بعد الانتهاء من قراءة صورة الفاتحة لأن هذا عادت النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بعدها آمين ويستحب قول آمين بعد قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان خارج الصلاة أو في داخل الصلاة سواء كان المصلي منفردا أو يصلي مأموما أو يصلي إماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولضت آمين هي من الألفاظ التي حسدنا عليها اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ولضت آمين يجوز قولها آمين بالمد كما يجوز قولها آمين بالقصر هذه صورة الفاتحة وهذه بعض الأسرار التي نتعلمها من صورة الفاتحة نسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يعلمنا منها ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا فاللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا من لك الحمد كله يا رب العالمين يا مالك يوم الدين نسألك يا ربنا أن تعيننا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم اللهم نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من العجب وحب السمعة والشهرة اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم واهدنا يا ربنا إلى صراطك المستقيم واحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعمت عليهم اللهم جنبنا أن نكون ممن غضبت عليهم أو أصدتهم بالضلال اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من المغضوب عليهم أو من الضالين اللهم آمين اسمع الفيديو جيدا وشاركه لغيرك عشان تعرف إيمة صورة الفاتحة وعشان تعرف الفرق بين قبل الفيديو وبعد الفيديو انتظرون بإذن الله في فيديو قادم وصورة أخرى وأسرار أخرى حول بعض صور القرآن الكريم والسلام اشتركوا في القناة